تعالوا نروح للمركز الإعلامي مشكوراً جداً الحقيقة مركز الإعلامي تابع لمجلس الوزراء مشكورين عملونا كما جارت العادة الدراسات أو الأبحاث المبسطة اللطيفة اللي بنسميها الإنفو جراف أو التقارير المعلوماتي دي سلسلة أطلقها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان أين كنا زمنات وكيف أصبحنا الآن طيب الإنفو جراف بتاعنا الجديد اللي عمله المركز الإعلامي واللي بشكرهم فعلاً من قلبي عليه بيسلط لك الضوء على إيه؟ على قناة السويس كأهم أهم وأسرع شريان ملاحي في العالم تسع سنوات من مشروعات الإزدواج والتطوير والتوسيع والتعميق والتكريك كل حاجة علشان ننجح في تعزيز مكانة وريادة هذه القناة طيب تعالي بقى نشوف مع بعض كده التقرير بيقول إيه؟ طيب تعالي نشوف زمان كان بيتقال إيه؟ كان بيتقال القاتي على لسان مجموعة أكسفرد للأعمال هناك حاجة ملحة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريح حركة السفن في قناة السويس عشان تزودوا الإرادات يا مصريين من النقد الأجنبي وإنه ده اللي ممكن يعيد الثقة للاقتصاد المصري ده 2014 أكسفرد للأعمال أكسفرد للأعمال هي هي في 2022 قالت تعد قناة السويس واحدة من أكتر الممرات المائية استخداما في العالم وإنها بتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية قناة السويس مصر مفيش حد غيرنا إحنا الواحدين 12% في قناة السويس بس لأ ده اللي جاي أكبر أما ليه؟ أما ليه يعني لما تيجي تشوف بقى عندي قناة السويس الجديدة ويبقى في عندي خط السكة الحديد بتاعي بقى اللي طالع من العين السخنة لحد الدخيلة ولا طب العريش يا دين النبي ها؟ آه والله يا دين النبي وتعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بأسيا والشرق الأوسط فضلا طبعا عن كونها مصدر رئيسي للإيراد تعال نشوف الإيكانوميست المجلة الأكبر والأعرق في مجال الاقتصاد على مستوى العالم قالوا في عشرين ستاشر تأثرت مصر جراء أزمات التجارة ما ساهم في تضييق مصادر النقد الأجنبي ومنها إيرادات قناة السويس لكن الإيكانوميست هم هم في عشرين تلاتة وعشرين قالوا مصر تبدو الجهود لتطوير قناة السويس كما سيستمر ميزان الخدمات في تحقيق فائض ميزان الخدمات فائض مدعوما بإيرادات قناة القناة وتوسيع المجرى المائي يعني توسيع المجرى المائي هذا الإزدواج هو اللي أدى لتحقيق هذه الإيرادات العالية وتحقيق الفوائض في ميزان الخدمات ده كلام الإيكانوميست ده مش كلامنا بتعايز تسمع كلام الخواجة من عندي قبل لعندي أجيب لك كلام الخواجة زي ما هو قاله بزي ما الإخوان بيصدره لك طب تعالي بقى نشوف فتش فتش قاله في عشرين عربعتاشر نظرتنا المستقبلية لقناة السويس أقل إيجابية ده كلامهم في 2014 وتظهر البيانات ركود مستمر في حجم الإيرادات بما يهدد بتقليص العوائد في المستقبل انت متخيل الكارسة؟ طيب شوف فتش في عشرين عشرين بتقول إيه؟ تعد زيادة الإيرادات إحدى المزايا الرئيسية التي أتحها توسيع ممر القناة للي الإخوان التريقوا عليه وكذبوا فيه وشككوك والبعض صدق الشكوك والبعض ماشي في السكة والبعض كتب شوية تويتات خيبانة بس ماشي هم هم اللي بيقولوا كده أتاحها توسيع ممر القناة حيث أنها ساهمت في توفير فرص أكبر للتجارة والشحن وقدت إلى زيادة كبيرة في حركة مرور السفن العابرة للقناة عشان اللي يجي يقول لك أصل الإيرادات زادت عشان خاطر الفلوس اللي بنطلبها زادت أقول لك طب وعدد السفن الزيادة طب وعدد الأطمان الزيادة الحمولات يعني تبتع نخل صفحة 2 من صفحة 6 أحبنا الحاجات دي أولا أنا بحب المركز الإعلامي أولا العظيم تعالوا نشوف كده الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس لازالت بتقول إيه جائزة التميز الحكومي العربي فحصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لسنة 22 ودي بتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتمايز الإداري طب تعالوا نشوف بلومبرج وبلومبرج عادة عادة ما لهمش فينا قوي فتخيل بقى اللي مالوش فيك لما يقولك الكلمتين دول اسمع عبورا لمزيد من السفن سجلت قناة السويس عبورا لمزيد من السفن أكتر من أي وقت مضى خلال عام 2021 على الرغم من آثار جائحة كورونا فضلا عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح السفينة أفر جيفن العملاقة طب تعالوا تشوف المنظمة البحرية الدولية يقولوا نشيد بالجهود المضنية والفائقة المبزولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات النتيجة عن حادثة أفر جرين موضوع أفر جرين وإزاي قناة السويس الهيئة عملت معاه ده موضوع هز مجتمع التجارة الدولية والملحة البحرية في العالم هزوا إيجابيا لأنه النظرة ناحية مصر وهيئة قناة السويس وقدرة مصر على حل الأزمات والتعامل معاها في مدد قياسية خليك فاكر أنه كل الهيئات المعنية في العالم قالك إيه أفضلهم أفضلهم قالت فيها جتالة أسابيع انت خلصت في ست أيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب تعال نشوف كاتا كليم وهو الأمين العام بالمنظمة البحرية الدولية تحديدا هو شخصيا مش بس المنظمة هو شخصيا بيقوله دول أشيد بالدور الكبير لقناة السويس الذي يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم وأعرب عن ثقتي في قدرة منظومة بنقل البحر المصري في دعم التجارة الدولية والإقليمية وعلى مستوى القرى الإفريقية يعني دولي وإقليمي وإفريقيا فتش تشكل قناة السويس جزءا رئيسيا من طرق التجارة العالمية وتبقى المواني المصرية وتبقي أنا آسف وتبقي المواني المصرية كنقطة اتصال مباشر لشركات الشحن العالمية وتوفر الوقت المناسب والتكاليف المخافضة أنا ليه الناس بتجيلي بتجيلي أن أنا أقصر ممر وبالتالي التكاليفة بتاعتي أفضل وكمان أنا أدائي أفضل من الممرات الدولية الأخرى أنا عندي قدرات حقيقية للمزيد من النمو ده كلام فتش نتوقع على المستوى المتوسط أن تحافظ نسب الشحن عبر القناة على نمو إيجابي السهم طالع ما شاء الله صفحة 3 إرادات قناة السويس طيب تعالي نشوف الإرادات كده سنة 2013-2014 العام المالي يعني كنا خمسة وثلاثة من عشرة تعالي نخدها بقى سنة ورسنة أنا هقولها لك أربعتاشر يعني خمسة وثلاثة من عشرة خش على اللي بعده خمسة واربعة من عشرة وبعدين انخفاض في خمسة واربعة من عشرة وبعد كده خمسة مليار دولار سبعتاشر وبعدين صعوبة خمسة وستة خمسة وثمانية خمسة وسبعة خمسة وثمانية سبعة تسعة بوينت فور تسعة واربعة من عشرة يعني تسعة مليار وربعمائة مليار وأسبقه ربعمائة مليون دولار أمريكي ولن أقول فقط لا غير لسه أصبر طيب خلي بالك ده هم علشان طلبوا فلوس زيادة رسوم المرور ده كلام الإخوان كلاب كلاب كدبين رعاع منحطين تجي تقول لي إيه الوصلة دي يا ووسف قول لك دي الحقيقة انت بتتكلم على قناة تسويسة هتتكلم على أمن قومي انت لما تيجي تشكك الناس في اللي بيت عمل بقى انت بتلعب ضد البلد دي وش وبشكل مباشر فعل من أفعال العدو يعني وده جد مش هزار طيب تعال بقى شوف كده 1.07 مليون سفينة الحمولة الصفية بتاعتي 31.6 مليار طن عبر القناة السويس منذ التأميم خيل فالضخ حوالي 143.9 مليار دولار للخزانة العامة من وقت تأميمها سنة 56 طبعا ده برضو جزء من الردود اللي لازم تتقال لدعاة الامكفاء والامبطاح وكنا بنأميمها ليه ما كنا سبناها ما الامتياز كان فاضل عليه شوية ويخلصها قوي وانت كنت فكر انه هيخلص بجد ولا ايه كان هيسبوك يا ظن ما كانوش جم ضربوك بعد كده في العدوان السويسي بلاش كلام فاضي بقى بلاش كلام فاضي بقى ماذه الاشكال القذرة ترد عليها بيه لما جي يقولك اصلي الرسوم زادت قوله طيب ده انا عندي نسبة زيادة اعداد السفن اللي عبرت النسبة خمسة وخمسين واحد من عشر الله ايه ده طب تعالي نشوف الحمولات زادت ولا ما زادتش زادت ستة وستين وسبعة من عشرة في المية زيادة خش على اللي بعده اوه قناة السويس الجديدة تعزز من تنافسية المجرى الملحي في حركة التجارة العالمية طب ما تيجي نشوف كده زمان الطول الكلي للقناة كان مية اربعة وستين كيلو متر طب دلوقتي مية تلاتة وتسعين وتلاتة من عشرة كيلو متر طب عمق القناة زمان الله العظم حاجة تحزن تحزن سبعة ونص متر دلوقتي بقى اربعة وعشرين متر اقصى طول مسموح كان اتنين وعشرين ونص قدم دلوقتي اصبح ستة وستين قدم طب القطاع المائي كانت مساحته قد ايه مربع تلاتة تلتمية واربعة متر مربع اصبح مساحة القطاع المائي بقى قد ايه مولانا خمس تالاف ومتين متر مربع طب اقصى حمولة سكنة خمس تلاف طن بقت متين واربعين الف طن طب القدرة التصريفية للقناة كانت سبعة وسبعين سفينة سفينة دلوقتي بقت كم سبعة وتسعين سفينة طب زمن العبور كان قد ايه يوسف كان ثمانتاشر ساعة فن دلوقتي بقى قد ايه حداشر ساعة مولانا طيب زمن انتظار السفن في حال وجود الانتظار من ستة لثمان ساعات يعني تكاليف على الناس بقت قد ايه بقت ثلاثة لاربع ساعات طيب تحقيق العبور المباشر لعدد خمسة واربعين سفينة في كلا الاتجاهين هات صفحة خمسة شفت خدت لكم الخريطة يقولك انظروا الشكل حقيقي طيب تعال نشوف نجاحات ناخدها من فين ناخدها من سنة واحد وعشرين طيب واحد وعشرين جلوبال ميرسي السفينة جلوبال ميرسي دي كانت اكبر واحدث مستشفى مدني عائم في العالم ودي كانت اول رحلاتها البحرية ساة واحد وعشرين تعال نشوف اتنين وعشرين اطلاق التطبيق الالكتروني سي اس كروسنج وده لمحاور عبور قناة السويس ويبدأ بقى يجذب اكتر من عشر تلاف مستخدم منذ اطلاقه طبعا دول المستخدمين المتخصصين تهلا بتتكلم على مؤسسات وشركات شحن عملاقة ودولية طب تعال نشوف في نوفمبر عشرين اتنين وعشرين اتنين وعشرين دي وضح لك كانت سنة سعيدة جدا يا رب زيد عبور سفينة الركاب العملاقة MSC World Europa طيب او يوروبا دي احدث السفن السياحية في العالم في اولى رحلاتها البحرية تعال نروح برضو لديسمبر عشرين اتنين وعشرين أفر أطب السفينة او سفينة الحاويات العملاقة اكبر واحدث سفينة حاويات في العالم جات لك في عشرين اتنين وعشرين تحديدا في ديسمبر نخلص من ديسمبر عشرين اتنين وعشرين خش على تلاتة وعشرين نيجي نخش على لوجوس هوب صادقتي العزيزة المكتبة العائمة العملاقة لانا اتشرست الحقيقة بزيارتها وصورنا فيها عملنا حلقة حلوة ده كان في يناير عشرين تلاتة وعشرين انا رحت لهم برسعيد طيب تلاتتاشر مارس عشرين تلاتة وعشرين أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة مية وسبعة سفينة من الاتجاهين دون انتظار تتشود ما شاء الله الله أكبر يا رب بالزيادة خش على إبريل عشرين تلاتة وعشرين أعلى معدل عبور شهري للسفن في تاريخ القناة الفين ميتين تمانية وتسعين سفينة تطلب ايه؟ شبيك لبيك قناة السويس بين ايديك تطلب ايه؟ دي مرض المصباح اي حاجة متعلقة بالتجارة العالمية المرور البحري لوجستيات خدمات الرسوم بتاعتك السهولة الخبرات اللي موجودة شبيك لبيك تطلب ايه؟ ده بالأرقام وبالشهادات الدولية خش على الصفحة الأخيرة بتاع اللي بتفلت ميني دي نفسي أعرف ايه سر ودني ودني رهيبة طيب تعالي نشوف كده التطوير والازدواج بتاع قناة السويس مشروعاته كانت عاملة ازاي؟ عندنا عشرة كيلو متر طول المشروع من الكيلو مية اتنين وعشرين لحد الكيلو مية اتنين وثلاثين على ترقيم القناة واثنين وثلاثين كيلو متر طول قناة السويس الجديدة المستهدف من المشروع بدلا من اتنين وسبعين يعني حطينا اتنين وسبعين كده قلنا لأ خليها اتنين وثمانين نزود للمعلى عشرة كيلو الفوق الزيادة دول طب الموقف التنفيذي اقولك بقى تعالي سي تلاتة وثلاثين مليون متر مكعب رملة مشبعة من المية تم ازالتها تلاتة وخمسين ونص في المية نسبة الانجاز في اعمال التكريك في المشروع اربع كركات بتشتغل في المشروع طيب تعالي نشوف مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة انا عندي تلاتين كيلو متر طول المشروع في المنطقة الجنوبية اللي هو بقى من ترقيم مية اتنين وثلاثين لحد مية اتنين وستين ادي تلاتين كيلو طيب تعالي نشوف ايه الاربعين متر دي بقى الاربعين متر دي العرض شرقا وبعمق 27 متر بدل 24 تختبلك زمان كنا 7.5 متر أي أيام الكاتاكيت طيب الكاتاكيت وأهليهم وصحبهم وحبيبهم واللازمينه وبعدين قلنا هنخليها 24 فعملناها 24 دلوقتي بنخليها 27 طيب إيه نسبة 28% دي نسبة الزيادة في الأمان الملاحي اللي بيوتحها مشروع التطوير دي تقييماتنا دي تقييمات العالم طيب 6 سفن إضافية في الطاقة الاستعابية في المنطقة دي اللي هي المنطقة الجنوبية طيب الموقف التنفيذي بتاع المشروع وصلنا لفين 17 مليون متر مكعب رملة مشبعة اتشالت 94% من نسبة الإنجاز 5 كركات شغالة في المشروع الله طيب ما تيجي نشوف إيه تاني بيتعامل أقول لسيادك أنا عندي 28 قاطرة جديدة تم التصديق عليها بقوة شد من 990 طن عندي اتنين كركة جديدة تم إضافتهم للأسطول البحري في هيئة قناة السويس بقدرات تصل لـ 1600 متر مكعب تكريك ساعة للكركة اللي واحدة ودول بالمناسبة للكركتين الجودات دول أحدث كركتين في الشرق الأوسط مفيش منه وصول الحوض العائم فخر القناة حمولته قد إيه هذا الحوض العائم 35 ألف طن ده نقلة نوعية حقيقية بتحصل فيه قناة السويس تدي بقى قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة الصفة للأحوض العائمة دي معمولة علشان كده أنا أسحب السفينة بتاعتي اللي فيها أي عضب اللي محتاجة أي صيانة إلخ إلخ أدخلها في الحوض العائم وأبدأ أشتغل طيب تعالنا نشوف هو مشروعات الازدواج والتوسعة دي مفيدة يعني أقول لك والله إحنا جربنا طيب ما تيجي نشوف أكتر زيادة الطاقة الاستعبية وتحسين حركة الملاحة والتقليل من أزمنة عبور السفن مش إحنا جربنا ده قبل كده وبنعمل كده تاني وهكذا العجل عندنا ما بتقفش طيب زيادة عامل الأمان الملاحي وصلت لـ 28% زيادة طيب ومسطح القناة المائي وصلنا لـ 52 متر مربع إحنا خلصنا الإنفو جراف